السلام عليكم وياكم عمر فلاح اليوم راح اشرح لكم موضوع بالأكروك المواضيع بالأكروك المسوي خربطة للطلاب اللي هي الفرق بين أترير سيبتال ديفيكت وفينترير سيبتال ديفيكت وبيتن دكتس أرتريوسيز وشون الفرق بين دايستوليك وسيستوليك هارت فاليار ونفريتك ونفريتك سندروم فأول شي راح ابنلش بالهارت ديفيكت أو خلل اللي يصير بالقلب حتى ميز فراح نبدأ أول شي راح ابدأ بالأتريار سيبتال ديفيكت الأتريار سيبتال ديفيكت هي الفتحة اللي تصير بين الأتريوم يعني بين الليفت أتريوم والرايت أتريوم طبعا نحن نعرف انه الليفت دائما الضغط بيه أقوى من الرايت فالدم راح ينتقل من الليفت نحو الرايت هذا طبعا مؤكسج فبالتالي ما راح نشوف ساينوسيز بالطفل هذه نقطة فالدم هذا اللي راح ينتقل راح يزيد كمية الدم الموجودة بالرايت أتريوم بها طريقة خلي استخدم غيره حتى يبين راح يزيد كمية الدم الموجود بالرايت أتريوم فالكمية الدم اللي راح تعبر للرايت ذنتريكل أو البطين الأيمن راح تكون أكثر وبالتالي كمية الدم اللي راح تعبر عن خلال أمن خلال البولمانوريك فالو أو خلال الصمام الرئوي راح تكون أكثر فاش راح يسبب هذا راح يسبب أنه أول شيء تأخر في انغلاق البولمانوري فالو عن الأورتك فالو هذا التأخر نتيجة لكثرة الدم الموجود في الرايت وبالتالي راح نشوف شغلة سمها سبلت S2 شنو سبلت S2 الصوت بلقى لبعدنا طبعا نعرف إحنا S1 وهنا S2 S1 يمثل انغلاق المترول وترايكوسبت فالو و S2 يمثل لنه انغلاق الأورتك وال فبالتالي هنانا عندنا هذا هو متكون من صوتين هنانا ال فبالتالي و هنانا الأورتك فالو ينغلق البولمانوري فالو و راح ينغلق الأورتك فالو و يتكون لنا صوت S2 هنانا بهذا الحال كون ال الفالو راح يتأخر بالانغلاق لأنه كمية دم أكثر فراح يتقدم أكثر فراح ينغلق بعد الأورتك فالو فراح نسمع تأخر الانغلاق فهذا يسمى Split S2 و راح يكون Fixed Split يعني شنو دائما موجود هذا الSupplet أو هذا الفرق البسيط بالانغلاق ليش لأنه كمية دم دائما راح تكون أكثر بالRight أتريوم و رايت من الرايت آسف من الليفت أتريوم و ليفت ذنك لأن الدم دا يعبر بهذه الطريقة فهذه ممكن نشوفها بالأتريوم سبتل ديفيك إضافة لنا ممكن نسمع مرمر وهذه المرمر نتيجة لكمية الدم اللي تتعبر تكون أكثر من الطبيعي وبالتالي راح تولد صوت من خلال هذا لما تمر من خلال هذا الفالو فراح تكون مرمر هنا طبعا هذه السستول هنا هذه السستول راح نسمع مرمر راح تكون بهذه الطريقة راح تزداد و بعدين نتقل يسموها ejection مرمر أو systoric ejection مرمر بهذه الطريقة راح تكون هذه المرمر راح نسمعها في هذه الحالة لأنه مو دائما فقط لما يفتح الفالو شوية راح يعبر من الدم و راح يدي إلى صوت فراح نسمع هذا الصوت أو المرمر اللي هي مثل صوت عبور ماء بأمبوب فخلي نشوفكم وش راح نشوف راح نشوف و راح نشوف و راح نشوف systolic ejection مرمر طبعا وين راح نشوفها راح نشوفها بمنطقة المنطقة اللي هي وين راح نشوفها هنا عندنا الأورتك طبعا هنا الأورتك وهنا عندنا المنطقة اللي هو بجهة الليفت بالنسبة لي هذي جهة الليفت فراح نسمع بالsecond تركوستر بجهة الليفت راح نسمع المرمر إضافة راح نشوف شغلة أيضا ممكن لما يصير خلل بهذا السبتم ممكن يصير عندنا بندل برانش بلوك والأغرب يصير عندنا راية بندل برانش بلوك في حالة الأتريال سبتال ديفكت أيضا هذه لازم تحطوها بالاعتبار فإيضا راية بندل برانش بلوك ممكن يطلع لعنا بالإي سي جي هذا بالنسبة للتغييرات التي تحصل بالأتريال سبتال ديفكت أهم شي تعرفون أنه هي سيستوليك مرمر رغم أنه أكوش سؤال في الكروك قائل سيستوليك دايستوليك مرمر وأني حسب اعتقادي أنه هذا السؤال مو صحيح لأنه الصيغة اللي وارد به السؤال والمرمر الموجودة هي أكثر تنطي للبيتنت دكتس أرتريوسيز ورحت تأكدت صراحة وشفت أنه بالفعل أغلب المصادر تذكر أنه سيستوليك دايستوليك مرمر اللي هي تكون في حالة البيتنت دكتس أرتريوسيز أسف لأنه دائما تكون أكو دم يمر بين البلمينار والأورتك أرتري فلذلك تكون موجودة في السستوليك دايستوليك سيشرحها فهذا اللي لازم تأكدون عليه سستوليك مرمر وتشوفون سيبلت S2 هذا بالنسبة للأرتريوسيبتال ديفيكت هذا طبعا المكان اللي نشوف من عنده أيضا بلمانيك فالف سيكن دينت أو ثير دينت كوستر رح أشرح لكم هسه بيتنت دكتس أرتريوسيز بيتنت دكتس أرتريوسيز هي موجودة في حالة الطفل عبارة عن قناة موجودة بين الأورتة والبلماني أرتري وظيفتها تعمل مثل شنط أو توصيل لأن في حالة الطفل الرئتين مزدودة فلازم هذا الدم يخرج فيخرج عن طريقها يروح للأورتة لكن لما يولد الطفل مفروض هذا يتمغلق لكن في حالات تبقى مفتوحة وبالتالي تولد صوت أو مرمر تولدنا مشكلة في الطفل طبعا هنا نعرف لما يولد الطفل راح يكون الضغط بالأورتة أعلى بهواية من البلماني آرتري فبالتالي الدم راح يمر بهذه الطريقة من الأورتة نحو البلماني آرتري وبشكل مستمر في حالة الدايستول والسيستول ليش بشكل مستمر في حالة الدايستول والسيستول لأن دائما الضغط أعلى بالأورتة من البلماني آرتري بغض النظر إذا كنا في حالة السيستول ودايستول لأن دائما الضغط في الأورتة هو الأعلى لأن الأورتة مسؤول أن تغذية الجسم بالكامل فدائماً أكو دم يمشي بهذا الطريقة من الأورته نحو الـ pulmonary artery ولذلك راح نسمع دائماً أكو مرمر يعني ما راح توقف طبعاً نفس منطقة الـ pulmonary artery راح نسمع المرمر دائماً نسمع مرمر وراح شي سموه continuous مرمر أي مستمرة يعني لو راح نرسمها راح نرسمه بهذا الطريقة إذا هذا S1 وهذا S2 طبعاً هنا S1 ثاني حتى نمثلها historic-diastolic فهنان عدنا systole وهنان عدنا diastole فراح نسمع المرمر بهذه الطريقة دائماً مستمرة systolic أو diastolic دائماً مستمرة فيسموها machinery murmur أي تشبه صوت الماكنة لأنه تكون مستمرة فهذه علامة مهمة للـ patent ductus arteriosus أي الباقية فنشوف machinery murmur systolic diastolic murmur و second intracostal space هذا مكان نسمعه من عنده فهذا بالنسبة للفرق بين آتهم لكن قلت لكم ماكو فقط سؤال واحد شفتوات بالكروك أتصور سؤال خاطئ اللي هو موجود systolic-diastolic والجاوب هو atrial septal defectus راح أشوفكم الأسئلة بالنسبة للـ VSD أو ventricular septal defect هي عبارة عن فتحة تكون بين ventricles left ventricle والright ventricle طبعاً الدم أيضاً راح يمشي من من left ventricle نحو الright ventricle لأن الضغط بيه أعلى ما راح نسمع راح نسمع راح نسمع أكو مرمر لكن هذي المرمر تتذكرون قلت لكم بالأتريا سيبتال defect نتيجة لكمية الدم الأعلى بالright ventricle اللي تعبر من شاء pulmonary valve راح نسمع ejection مرمر فقط لما يفتح الفارف ويجي كمية أكبر من الدم فنسمع مرمر نسمعه ejection مرمر هنا راح نسمع مرمر لكنها على طول فترة الانقباض أي طول فترة السيستول لأنه دائماً موجودة هذه الفتحة فراح نسمع شغلة اسمها halo systolic مرمر أي مرمر موجودة على طول فترة مو فقط أنه تيجي وتروح يعني فقط صوت إجا وراح لا هذه تكون مستمرة على طول فترة انقباض القلب أي بهذا الشكل اللي أوردنا نرسمها هذا S1 وحنانا S2 فرح نشوفها بهذا الشكل أي مستمرة طول فترة السيستول هذه سموها halo systolic مرمر فرح نسمعها وين راح نسمعها؟ راح نسمعها lower sternal border يعني نسمعها في منطقة tricospital valve نفس المنطقة lower sternal border مو الأبر الأبر بالنسبة للأتراسيبتال ديفيكت وبايت اندكتس ارتريوسة هنا lower sternal طبعاً lower sternal border راح نسمعها يعني نحط الستدكف على جهة ventricle وطبعاً يقول لك أيضاً شايفتك كوشان سوار يقول لك أيضاً أنت ممكن تسمعها من الباك من الظهر أيضاً على نفس المنطقة في ventricle septal defect هذه لازم تعرفه وأكو شغلة أيضاً ممكن نسمعها هو الـ S3 أو الـ rapid ventricle filling لأنه كمية من الدم هواء راح تجي وتملأ القلب وراح يطلع صوت كأنه تترس قدح من الماء فهذا الـ S3 وطبعاً S3 لازم تعرفونه هو طبيعي في الأطفال لازم هذه هم معلومة تخلوها ببالكم يسموه Physiological S3 فبهذه الحالة راح نعرف المرمور ممكن نسمع S3 أيضاً أو منطقاً نحس أكو احتزازات تصير بالأبكس مع القلب لأنه كمية أكثر من الدم راح تمر من المتر الفالف لأنه المتر المراح ينسد بسرعة لأنه داي يخسر كمية القلب من الدم فداي يجيب طريقة داي يضل الدم داي يمر لأنه داي يتولد الضغط الكافي حتى يسد الفالف فهذه أيضاً لازم تخلوها بالاعتبار فهالو سيستوليك مرمور وهذه مهمة الكلمة هالو سيستوليك مرمور لذي كانت إجيكشن مرمور هذي هالو سيستوليك مرمور وموقع لازم تعرفون وين داي نسمعه داي نسمعه اللور مو نفس ديجي داي يقولك أفر ركزوا بالسؤال نوعاً هذا المكان نسمعه منه هي نفسها منطقة تلت رايكو اسبد واضف هذي مهم كل شي تتميزون بيها هنا نسمعه بالسكن بالليفت انتركوستال سبيس بالليفت انتركوستال سبيس اللي هو قلنا البولماريك نفس منطقة البولماري فالف للأترير سيبتال ديفيكت بايت اندكتوس أرثوريوسيس هذي الأسئلة طبعاً هذي تشوفون عدنا سبلت أوف اس تو فكست سبلت أوف اس تو وش داي يقول طبعاً مرمور هي نفسها الإجيكشن مرمور اللي قلت لكم عليها وهنانا يقول لك عدنا ECG write bundle write bundle branch block فاذا تشوفون اش قد بيها مفاتيح عدنا وعدنا وطبعاً هنانا هنا على البولماريك مرمور فهذي أيضاً ممكن تميزون من عدها هذه الأتريال سيبتال ديفيكت لازم تميزوها طبعاً هذا تشوفون مكتوب أيضاً طبعاً هذا تشوفون أيضاً مكتوب واحد على 6 mid-dystolic trichospid مرمور هذا نتيجة أنه أيضاً trichospid يفوت أكثر دام فلذلك تسمع مرمور بسيط لكن أكثر تسمعها على البولماريك هو تلافع من 6 إذا نسمعها على البولماريك حتى لا تخربطون بها هذا بالنسبة لهذا السؤال أكوه سؤال ثاني شوفوا إيجاد يقول لكم هذه أيضاً لازم تخلوها بالاعتبار فأيضاً هذه بايتين دوكتس أرتريوسيس هذه أيضاً لازم تخلوها بالبال أنه stolic داستوليك أو ممكن يذكر لك continuous مرمور أو ممكن يقول لك machinery مرمور لازم تحبوها باعتباركم هالتلاثة سماء هذا السؤال اللاخ لأتريار سبتل دي فيكت هذا لقيت لكم على صورة سؤال خاطئ اللي أنشتوف إيجاد يقول لكم موسكولتيشن ربيل سستولو داستوليك مرمور هنا على pulmonary artery وهذا خاص بالنسبة ل Peyton ductus arteriosus لكن العموم هذا السؤال خلوه بالكم لأنه هو سؤال الوحيد اللي أتصور جايب بهذه الطريقة وجوابه atrial septal defect وما عرف إذا غيره بعدين أو صححه لكن هذا اللي شفته موجود هس راح تكللكم على heart failure هنا مثل ما تشوفون عن systolic وdiastolic heart failure heart failure يعني القلب يفشل أو غير قادر على أن يضخ الدم بشكل طبيعي هنا إذا عدنا مشكلة بالsystol شنو يقصد أنه مشكلة بالsystol السystol تمثل حالة انقباض القلب أي لما القلب ينقبض ويضخ الدم فهذه هي حالة السystol بالقلب لما القلب يفشل أنه يضخ الدم نتيجة إما لقصور في عضلة القلب لنفرض أنه واحد عند شغل ما اسمها dilated cardiomyopathy أنه القلب أصلا عضلات ماتت وتوسعت فأصلا مبقت عضلات كافية يضخ الدم فإذا كان كان يكو مشكلة أنه القلب أصلا ما يقدر يضخ الدم يعني هو داخل موجود دم لكن ماذا يقدر يضخ الدم لمشاكل موجودة به هذا نسميه systolic heart failure لماذا؟ لأنه القلب لا يقدر ممكن أن تكون في حالة إما العضلات مدأثرة يعني لو رسمنا lift ventricle بهذه الطريقة وهنا طبعا هذا رسم توضيحه وهذا هذا lift ventricle فهذه العضلات طبيعية ما بها شي والدم ده يوصلها بيدخل الدم نرسم بلون ثاني والدم ده يدخل وده ينملي ventricle لكن أكو خلل أن العضلات غير قادرة على الأنقباض يعني بها مشكلة أدت إلى قصورها عن الأنقباض مثل نوميته في حالة الاماي أو ischemia أو fibrosis فبالتالي ما راح يصير ما راح تقدر ضخ الدم وهذه راح نسميه systolic heart failure أيضا في حالات مثل الورتكستينوسيز الشديد أنه أصلا متضيق فأد مرة الصمام بالتالي ما ده يسمح للغلب فهذا بالنسبة للسستوليك زين ما راح نشوف الدايستوليك الدايستوليك يمثل لنا حالة طبعا هو شنو حالة الدايستول بالقلب هي حالة الانبساط أي لما القلب ينبسط فهنانا عندنا القلب عضلاته ما بيها أي مشكلة يعني عندها قدرة على الأنقباض بشكل طبيعي لكن ما راح نشوف أنه القلب مده يقدر يتوسع يعني مده يقدر في حالة الانبساط المفروض ينبسط ويتوسع حتى يسمح أو يولد حيز كافي أنه الدم يدخل به هنا مده يتوسع يعني نفرض أكو مثلا عندنا هايبرتروفي كثير بحيث ساد مغلب أغلب عضلة القلب بالتالي كمية أقل من الدم ده تقدر تدخل للقلب كمية أقل من الدم ده تقدر تدخل للقلب لكن القلب ما عنده أي مشكلة بضغ هذه الكمية يعني العضلات تنقبض بشكل طبيعي ويقدر القلب يضخها لكن المشكلة كمية الدم عندما تدخل أقل ليش لأنه الحيز صار أقل مثل في حالة الهايبرتروفي لما يزداد حجمه بشكل كبير في حالة الفايبروسيز أنه لما يصير فايبروسيز طرعا قلت لكم أيضا وأدى إلى زيادة بالحجم وقلة بالحيز مع القلب هذا نسميها دايستوليك أنه القلب cannot feel أي ما يقدر يمتلئ بالدم فمثل حالة الهايبرتروفي أو أكو حالة اسمها هنا دايليتد هنا ما يسموه كونستركتد كارديو مايابافي أنه للداخل ينمو القلب يصير بيعتلال وما يقدر يضخ الدم أو في حالة مثلا عندك إذا صار عندك مثلا كارديو تيمبون يدخل نفرض أنه الدم تجمع وضغط على القلب بشكل كبير هنا راح تصير عندك مشكلة دايستوليك ليش أنه القلب أصلا ما يقدر يمتلي بالدم فهذه أيضا نتصور حالة واضحة ليش دايستوليك شكل أنه القلب ما عنده مشكلة العضلة تقدر تنقبض لكن مشكلة أنه شنوها الإجكشن وفراكشن الإجكشن وفراكشن هو كمية الدم أو نسبة الدم التي طرحت خلال الضربة الواحدة يعني لنفرض عندك هنا مئة ميلي لتر من الدم إش قدر راح تطرح منعدها بضربة قلب واحدة فالطبيعي الإنسان يطرح يعني تقريبا بين خمسة وخمسين بالمئة إلى خمسة وثمانين بالمئة هذا الإنسان طبيعيا يطرح يعني خمسة وخمسين ملم أو خمسة وثمانين ملم هذا الطبيعي هنا بهذه الحالة الإجكشن وفراكشن طبيعي راح تقول شون ما هو كمية الدم أقل دة تفوت صح كمية الدم أقل دة تفوت لكن هو يطرح خمسة وخمسين أو خمسة وثمانين بالمئة من كمية الدم الدخلت فهو عمليا دة يقدر يطرح الدم الداخل لو كان داخل دم أكثر كان أيضا طرح بشكل طبيعي فالإجكشن فالإجكشن فراكشن هنا ممكن يكون طبيعي طبيعي نورمال هنا بهذه الحالة دة يفوت لنفرض خمسمائة طبعا هذه فرضية خمسمائة ملم دة يفوت للقلب لكن القلب ماذا يقدر يطرح يعني يمكن يطرح مثلا 200 أو أقل 100 100 ملم كمية الدم داخلة فالإجكشن فراكشن هنا شون يكون أقل من 50 يكون قليل ليش لأن القلب أصلا ماذا يقدر يطرح الدم رغم ماذا يقدر يطرح فهنا لازم تلاحظون إجكشن فراكشن ممكن يكون طبيعي إجكشن طبعا إذا تلاحظون إجكشن فراكشن 64% وإذا نشوف لدينا طبعا هنا يقول لك يونع من هارت فياليار هنا طبيعي إجكشن وإجدنا هايبرتروفي أي هايبرتروفي مقيد امتلاء القلب فشن نقول حالة الدايستول لأن الدايستول هي الحالة اللي يمتل بها القلب وبالتالي يتولد لنا مشكلة وهي إذن حالة دايستول هارت فياليار ليش لأن الهايبرتروفي وإن إجكشن فراكشن طبيعي لو كان ما عندنا هايبرتروفي أو كان قائل لك أنه القلب متوسع وديليتد وإجكشن فراكشن قليل كنا نختار سيستول هارت فياليار هذه نتوضحها بالنسبة للنفريتيك والنفروتيك حتى أكثر طلاب يخربطون بيه لازم تعرفون النفريتيك والنفروتيك هي تصير ويا غلومريولونفريتس يعني غلومريولونفريتس صار عندك غلومريولونفريتس هو شنو عندك البومان منبرين اللي هو لما مثل المصف اللي صفي الدم لما يجي الدم يمر الدم مكونات راح تجي من خلال بومان منبرين راح تصفى الآيونات السوديوم بوتاسيوم بالكلية وغيرها البروتينات جزئات كبيرة وطبعاً لاختلاف الشحنة ما راح تقدر تدقل من خلال هذا الممبرين الموجود بالكلية يعني بالوحدة الوظيفية للكلية فالبروتينات كلها الدم من الحمراء ما تقدر تفوت لكن لما يصير خلل بعد الكلوميلونفرايتس يصير خلل بالتالي راح هذا الممبرين أو هذا الغشاء راح يتأثر راح يسمع أن تفوت هذه البروتينات أو كلها الدم من الحمراء حسب الحالة فإذا كانت فقط بروتينات ديتمور هذه مهمة لآ determinات فإذا كانت فقط بروتينات ديتمور فهذه الحالة نسميها نفروتك كلمة الأول نفروتك سندروم طبعاً في الحالة نتمر بروتينات بس حتى تتفهموني المسألة في الحالة نتمر بروتينات مادام حتى نتمر الممبرين ففي الحالة نتمر لكن هذه الحالة هي تمثل أكثر بروتين وماكو دم هذه الحالة نفروتك هي الحالة تمثل أقل بروتين ووجود شنو دم يعني يشوف Red Blood Cells تفوت هذه مهم في هذه الحالة وطبعا الثلاثة ما هيسببون أديمة بس الفرق هذي هذا بروتين وأكو دم هذا أقل بروتين وأكو دم موجود بروتين بس أكو دم لأن مادام أكو غلومينوفريتس هو لازم أكو بروتين لكن شنو هنا أكو بروتين ويدم هنا بروتين بدون دم وكمية البروتين هنا تكون أكثر يعني 3.5 جرام على دي هنا أنا يقول لك مثلا أقل من 3.5 جرام على دي فهناك مية بروتين أكثر هنا أنا ممكن نشوف شنو يزداد عندك الكوليسترول بالدم أيضا طبعا أنا فاتكاسترد يقصد باليورن لكن أيضا يزداد الكوليسترول لأن الكبد يحاول يعوض عن البروتين اللي ألبه من الناقص أنه يولد Low Density Lipoprotein L يسموها LDL ممكن يولد أكثر بالدم ويزداد الكوليسترول بالدم هذا أيضا لازم تعرفوها بالنفروتك سندروم حتى تذكروها لقي الطريقة بسيطة تقدر تطلع كلمة بروتين من نفروتك سندروم وشون طلعها؟ هذه ال-P وال-R وال-O وال-T وال-I طبعا هناك أي ناقصة هنا ما راح نكتبها وهذه ال-H تمثل حرف N بالروسي فصار بروتين بروتين فتقدر تطلع كلمة بروتين من نفروتك هنا أنا ما راح تقدر هناك تقدر تستخدم كلمة بلي طبعا بال-E هي راح أسويها بال-I بلي دينغ بليدنغ بليدنغ هنا أنا بليدنغ هذي بيها آية هو آية بليدنغ هي بال-E بس سويتها بال-I هنا أنا بليدنغ بعد تتذكر أنه هذا أكو بيدم وهذا بيه أكثر بروتين حتى تتميزون بعناتها هذا حطت لكم السؤال عليه هنا أنا طبعا لا تشوفون هنا أنا لا تشوفون كمية بروتين أقل كمية بروتين أقل 1.2 جرام على لتر بس موجودة شوفون الموجودة وهنا أنا شي يقول لك are red blood cells cover the whole vision طبعا يعني باليورين موجودة red blood cells فهنا أنا ش نختار بروتين موجود و red blood cells فيانوع من القومي من النفريتس أبو النيفريتك أبو ال-I أبو البليدنغ نفريتك سندروم هنا أنا دا تشوفون عدنا شوفوا كمية أكثر من 3.5 4.2 جرام على دي وشي يقول لك هنا أنا دا يقول لك هنا ما دا يقول لك شي يسموها أكو red blood cells طبعا بالسؤال وطبعا نشوف هنا زايد الكوليسترول أيضا بالدم هذه هم علامة فنعرف من هذه إنه هذه نفريتك نفريتك أم الأو فهذه أيضا السؤال آخر طبعا نحن هنا hyper نحن هنا كوليسترول شوفوا بروتين يوريا 7.1 جرام على لتر وهنا نشعدنا وزيادة بالكوليسترول أهم شي تركز لي على بروتين وطبعا هنا ما قل لك red blood cells لو قل لك red blood cells وبروتين أقل كان تختار نفريتك لا تنسى نفريتك نحن هنا نختار نفريتك لأنه فقط بروتين وماكو دم فهذا بالنسبة للنفريتك ونفريتك إن شاء الله تكونوا استفاديته وأتمنى لكم النجاح والموفقية وهم نصيح أن أطيكم إياها إذا فتت لامتحان لتفوت أنت خايف أو عندك شك بنفسك أنه ممكن أنت متجاوب لأن هذا الشك ممكن يولد بقلبك الخوف من الامتحان وممكن بالتالي حتى سؤال تعرف أنتقوم متجاوبة لا أدخل عندك ثقة بنفسك وأغلبكم أنتم إن شاء الله درستوا ووافقين من نفسكم فأدخل عندك ثقتك بنفسك ولا تخاف إن شاء الله كلكم ناجحين وأتمنى لكم الموفقية والسلام عليكم